التعذيب في السجون والمراكز الأمنية في العراق قضية باتت تؤرق الكثير من العراقيين الذين لا يأمنون على أنفسهم من التهم الكيدية وتقارير المخبرين السريين الذين قد يتسببون في الزجبهم إلى غياهب السجون لسنوات عديدة دون مراعاة لأبسط شروط المحاكمات العادلة حكومة محمد السوداني وبالتزامن مع مطلع العام الجاري دعت ضحايا التعذيب إلى التقدم بشكاوى عبر بريد إلكتروني أعلنته في حينه وإن اشترط الإعلان الحكومي تقديم أدلة على وقوع عمليات التعذيب الأمر الذي عرقل تقديم الشكاوى من جانب كثير من الضحايا وعلى الرغم من ذلك كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن الحكومة تلقت خمسة ألاف شكوا عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون خلال الشهرين الماضيين مؤكدة أن عدد الشكاوى تتجه نحو الارتفاع واستدعوات حقوقية لمعالجة هذا الملف الشائك حقوقيون انتقدوا شرط تقديم الأدلة مع شكاوى التعذيب مؤكدين أن ضحايا التعذيب هم كذلك ضحايا لفساد الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية إذ تتم عمليات التعذيب على أيدي الجهات الأمنية بتواطئ من المؤسسة القضائية التي لا توفر شروط صحة التحقيق وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم ضمن قواعد المحاكمات العادلة بحسب تقارير لمنظماته يوم الرئيس وودشة واقع التعذيب في السجون أكده تقرير للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف فيه عن وفاة عشرات المعتقلين من جراء التعذيب والإهمال الطبي في السجون الحكومية خلال السنوات الماضية كما كشف المركز عن احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحيا لسنوات عدة بدوافع انتقامية وطائفية الأمر الذي يلقي ظلالا كثيفة من الشك بشأن مدى صدق حكومة السوداني في معالجة ملف التعذيب في السجون الحكومية